السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعيننا يارب دايما تكونوا بخير وسعادة في فيديو النهاردة هنشوف لقطات جديدة لنساء السعودية في افتتاح موسم الرياض 20-23 ورقصهم وسط الرجال والاختلاط بينهم وغضب شديد جدا في الوطن العربي بسبب هذا الموضوع هنشوف التفاصيل بالفيديو بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة ضروري جدا علشان كل جديد يوصل لنا أعرب متابعون في سوشيال ميديا عن غضبهم بعد أعلان السعودية اطلاق موسم الرياض رغم دعوات بتأجيل اطلاق فعاليات موسم الرياض هذا العام تضامنا لما يمر به قطاع غزة من قصف اسرائيلي يومي مكسف وذلك دعما معنويا من المملكة السعودية لأهالي القطاع واشتعل الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المنتقدين لإطلاق موسم الرياض وما فعلوه سيدات السعوديات في موسم الرياض وبين مؤيدون لذلك وافتتح رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ موسم الرياض عشرين تلاتة وعشرين بنسخته الرابع في العاصمة السعودية الرياض وسط حضور جماهير ضخم وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة عربيا وعالميا وجاء الافتتاح مبهرا على الرغم من دعوات التأجيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعما لأهل غزة مما أشعل الجدل بين مؤيدي إطلاق الموسم ووضع خطط الاقتصاد والترفيه السعودي أولوية أولى وما بين المطالبين بالتضامن مع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت نيران القصف في غزة وتراشق مغردون سعوديين وعرب الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ذلك وحول ما فعلوه سيدات سعوديات وسط الرجال ورقصهم باسلوب خارج عن الحدود وغير لائق ونالت نساء السعودية أو بعض نساء سعوديات غضب شديد جدا في الوطن العربي لما فعلوه من رقصهم في افتتاح مهرجان أو موسم الرجال